من الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس الرياضيات 1-2 للسنة الأولى المشتركة في نظام المسارات اليوم إن شاء الله سيكون هو الدرس الثاني من دروس المتباينات في المثلث طبعا الجزء الثاني أنا صالح شميمري ويشاركني في لغة الإشارة الأستاذ بدر الحمود تعالوا نشوف علاقة الدرس هذا بالدرس الماضي ويش رح نأخذ إن شاء الله اليوم من أفكار جديدة المتباينات في المثلث في الجزء الثاني تعلمنا سابقا وتعرفنا على الخصائص المتباينات وطبقنا عليها وعلى قياسات زوايا المثلث هذه المتباينات أخذنا مفهوم أساسي أول وهو التعريف المتباينة وذكرنا أن تعريف المتباينة أنه لأي عددين حقيقيين مثل A و B يكون A أكبر من B متى وفقط إذا وجد عدد حقيقي موجب C على أن يكون A يساوي B زائد C مثال عندي الخمسة عارفين أن الخمسة هي حاصل مجموع 2 و 3 يعني 2 زائد 3 مع ذلك أن الخمسة هذه أكبر من العدد 2 والخمسة هذه أيضا أكبر من العدد 3 هذه قاعدة عامة عشان كذلك هنا طبقنا هذه القاعدة على A يساوي B زائد C وذكرنا أن A هنا أكبر من B وأيضا A أكبر ماذا من C أخذنا خصائص المتباينات أو المتباينة على الأعداد الحقيقية وذكرنا أن الخصائص الآتية صحيحة لأي ثلاثة أعداد حقيقية A و B و C ذكرنا خصية المقارنة ذكرنا أن A أكبر من B أو A يساوي B أو A أقل من B هذه هي المقارنة لاحظة منها أنا قاعدة قاعدة أكبر و يساوي و أقل خصية التعدي تقول أنه إذا كان A أكبر من B و B آسف إذا كان A أقل من B و B أقل من C فإن A أقل من C رقم 2 إذا كان A أكبر من B و B أكبر من C فإن A أكبر من C و تلاحظون عندي هنا أن A أكبر من B و أقل من B و B هذه هي أكبر من A تكون أقل من C وبالتالي ستكون A أقل من C هنا A أكبر من B و B أكبر من C فإن A أكبر من C الجم إذا كان عندك A أكبر من B فإنه A زائد C أكبر من B زائد C وتلاحظون أننا أضفنا C للطرفين فبالتالي لن تتغير الإشارة كأنك عملت زيادة للطرفين نفس الزيادة ونفس المقدار بالمثل إذا كان A أقل من B فإن A زائد C أقل من B زائد C في خاصية الطرح هي نفسها خاصية الجم لكن بدل ما أجمع أطرح إذا كان A أكبر من B فإن A ناقل C أكبر من B ناقل C إذا كان A أقل من B فإن A ناقل C أقل من B ناقل C هذا فيما يتعلق بخصائص المتباينات على الأعداد الحقيقية أخذنا متباينة الزاوية الخارجية ذكرنا أنه قياس الزاوية الخارجية لمثلث هو أكبر من قياس أي من الزاويتين الداخليتين البعيدتين وذكرنا أن الزاوية A تعتبر زاوية خارجية بالنسبة A الزاوية 1 تعتبر زاوية خارجية بالنسبة A و B فبالتالي الزاوية 1 تكون أكبر من A والزاوية 1 أيضا تكون أكبر من B لأنها زاوية خارجية وذكرناها هنا في هذا المثال ذكرنا أن هذه النظريتان في متبينة ظلع زاوية ومتبينة زاوية وظلع ذكرنا أنه إذا كان أحد أضلاء مثلث أطول من ظلع آخر فإن قياس الزاوية المقابلة للظلع أطول يكون أكبر من قياس الزاوية المقابلة للظلع الأسهر ذكرنا أن الظلع هذا كم قياسه؟ قياسه 9 والظلع هذا كم قياسه؟ قياسه 7 فبالتالي الزاوية المقابلة للظلع تسعة هي أكبر من الزاوية المقابلة للظلع ماذا سبعة وبالمثل العكس في الزوايا إذا كان في عندك زاوية قياسه 110 وزاوية قياسه 45 فإن الزلع المقابل للزاوية 110 هو أطول من الزلع المقابل ماذا للزاوية 45 اليوم سأطبق هذه الخصائص أيضا على العلاقات في زوايا المثلث وأضلاعه في مثال ثلاثة عندي ترتيب أطلاع المثلث وفق للأطوال أكتب أطلاع المثلث FGH مرتبة من الأقصر إلى الأطول وتلاحظ أنه قالك هنا من الأقصر إلى ماذا إلى الأطول في الرياضيات عندنا لما أجي أكتب لك الحروف والزوايا والأضلاع رح أبدأ من أيش رح أبدأ من اليسار ممتاز من اليسار إلى ماذا إلى اليمين إذن من اليسار هذه مفهوم أو يعني قاعدة مهمة من اليسار إلى اليمين ممتاز هذه قاعدة مهمة ودائما في الرياضيات إذا أعطاك أشكال أكتب المعطيات في الشكل علشان يسل عليك طريقة الحال تعالوا ونشوف هنا عنديك مثلث هنا قالك أكتب أضلاع هذا المثلث FGH مرتبة من الأقصر إلى الأطول تلاحظون عندي هنا زاوية وهذه زاوية طيب كيف أنا أقارن الأضلاع عندي الإشكالية عندي أن الزاوية الثالثة غير موجودة فبالتالي رح أوجد الزاوية F والزاوية F عندي كم قياسه وقياسها 79 كيف جبناها جمعنا 45 مع 56 وطرحناه من ماذا طرحناه من 180 يطلع عندي قياس الزاوية F كم 79 بعد ما طلعنا قياس الزاوية F 79 تعالوا نحط هنا 79 درجة تعالوا نقارن بين الزاوية هنا وتلاحظون أن أصغر زاوية عندي إيش هي 45 وبالتالي الظلع المقابل للزاوية 45 هو أصغر وأقصر ظل بالتالي رح أضع أول حاجة من الأقصر لاحظوا معي من الأقصر إلى الأطول أقصر ظل عندي هو الظلع F H وخليه كقطعة مستقيمة طيب اللي بعده إيش اللي بعده هو الزاوية 56 ويقابلها الظلع G F أو F G بعد ذلك أطول ظلع عندي ماذا هو 79 وأطول الزاوية أو أكبر الزاوية عندي 79 ويقابلها أطول ظلع وهو ماذا وهو ال G H أو أكتبها H G جميعها تؤدي إلى نفس القاعدة وبالتالي F H أولا ثم G F أولا ثم G H وبالتالي هذه هي الموجودة عندي بالترتيب السؤال الثاني في تحقق من فهمك اكتب زوايا المثلث X W X Y وأضلعه مرتبة من الأصغر إلى الأكبر وتلاحظون هنا قال لك إيش ذكر لك حاجتين اكتب الزوايا أولا بعد ذلك اكتب إيش الأضلع يعني في عندي مطلوبين ممتاز إذن في عندي مجاهيل في الزوايا أنا ما أقدر أجيب الترتيب من الأصغر إلى الأكبر إلا إذا جبت الزوايا وعندي قاعدة سابقة ذكرت أن زوايا المثلث كم يساوي مجموعها 180 فبالتالي بما أن الزاوية هنا تسعين درجة وهنا الزاوية 51 بإمكاني أني أجيب الزاوية X أجمع تسعين زائد 51 وأطرح مجموعهم من 180 يطلع عندي كم؟ يطلع عندي قياس الزاوية هذه كم؟ 39 وبالتالي قياس الزاوية X كم؟ 39 فلما أجي أرتب الزاوية أول حاجة أول زاوية عندي أو أول زاوية طبعا مرتبة من الأصغر فبالتالي أبدأ بإيش؟ بأصغر زاوية عندي الزاوية X اللي قياسها 39 بعدين الزاوية W اللي قياسها كم؟ اللي قياسها قياسها عندي فيما يتعلق بـ 51 ثم بعد ذلك الزاوية Y قياسها كم؟ قياسها 90 إذن الزاوية Y قياسها كم؟ 90 إذن هذه رقم ثلاثة ممتاز؟ إذن X الزاوية X بعد ذلك الزاوية W بعد ذلك الزاوية Y هذا فيما يتعلق بإيش؟ بالزوايا نجل إيش للأضلاع تعالوا نشوف الأضلاع عندي الأضلاع طبعاً لا بد من مشاهدة إيش؟ الزاوية لأنني ما أقدر قارن الزاوية بدون الأضلاع طيب ذكرنا قاعدة سابقة تقول أن الزاوية أو الظلع الأقصر يقابل الزاوية الأقصر والظلع الأكبر يقابل الزاوية الأكبر فبالتالي أنا أطول الزلع عندي أروح أشوف أصغر زاوية عندي وأصغر زاوية عندي هنا في هذا المثلث هي 39 فبالتالي أقصر الزلع هو إيش؟ هو الWY وبالتالي أبدأ بإيش؟ بالWY إذن هنا أبدأ بالWY أولاً يأتي بعده إيش؟ يأتي بعده زاوية 51 اللي هي تقابل ماذا؟ تقابل XY إذن تقابل XY بعد ذلك الزاوية 90 تقابل ماذا؟ تقابل WX إذن الزاوية 90 تقابل ماذا؟ WX وبكذا رتبناهم من الأصغر إذن الأطول بالنسبة للزاوية وبالنسبة للإيش؟ والنسبة للأضلاع وهذا هو الحل النهائي لهذا السؤال طبعاً يمكننا استعمال العلاقات بين الزاوية والأضلاع في المثلثات لحل مسائل من واقع الحياة تعالوا ونشوف مسألة من واقع الحياة عندي فيما يتعلق بالتصميم الداخلي وعلاقاته بين الزاوية والأضلاع يستعمل مصمم فكرة التثليث الواردة في فقرة لماذا؟ وذكرنا أن فكرة التثليث هي ماذا؟ هي مثلث يربط لي بين طاولتين على أريكة أو أريكتين على طاولة وبالتالي سيكون في عندي منظر يربط لي مثلث طبعاً بينهما علاقة بين هاتين الأريكتين وهذا المنظر الموجود عندي في هذه الصورة هنا السؤال ماذا يقول؟ السؤال يقول لك إذا أراد المصمم أن يكون قياس الزاوية بي اللي هي الزاوية هذه اللي عندي هنا أقل من قياس الزاوية A ممتاز فأي مسافة يجب أن تكون أطول؟ المسافة بين المصباحين أم المسافة بين النقطتين A و C؟ تعالوا نشوف وين المسافة بين المصباحين؟ هذه المسافة بين المصباحين نبرمز لها باللون الأحمر هذه المسافة بين المصباحين طيب المقارنة الأخرى أو الحاجة الأخرى بقارنها بإيش؟ المسافة بين النقطتين A و C المسافة بين النقطتين A و C يعني هذه المسافة عندي ممتاز؟ أريد أن أقارن بين أطوال هذه الأضلاع طبعا لها علاقة بالزوايا لها علاقة بالزوايا سواء كانت حادة أم كانت منفرجة دعوان هنا يقول لك بحسب نظرية متباينة زاوية وظل يكون الزاوية قياس الزاوية A هنا أكبر من قياس الزاوية B ممتاز؟ يجب أن يكون طول الظلع المقابل للزاوية B طول الظلع المقابل للزاوية B هنا أقصر من طول الزلع المقابل للزاوية A الموجود عندي بين هذين المصباحين بما أن القطعة المستقيمة A و C هنا تقابل الزاوية B والقطعة المستقيمة B و C هنا تقابل الزاوية A فبالتالي راح يكون عندي B و C أكبر من A و C إذن هنا B و C الموجود عندي والمسافة عندي هنا هي أكبر أو أطول من قطعة المستقيمة A و C لذلك فإن المسافة بين المصباحين تكون أكبر من المسافة بين النقطتين A و C في سبح هو الإنقاذ عندي في مسألة رقم أربعة يقول لك في أثناء التدريب يمثل المدرب عندي هنا هو دور شخص في خطر ليتمكن المتدربان الأول والثاني من تطبيق مهارات الإنقاذ إذا كان المدرب والمتدربان الأول والثاني في المواقع المبينة عندي في هذا الشكل فأي المتدربين أقرب إلى المدرب يعني هل لاحظ معي هل المتدرب الثاني يندي هنا هو أقرب لهذا المدرب أول المتدرب الأول أقرب لهذا المدرب وتلاحظون أن في عندي طبعا على شكل مثلث فتشوفون المثلثة اللي عندي هنا هذا المثلث صح ولا لا أنا ما أقدر يعني أجاوب على السؤال إلا إذا كان عندي زوايا علشان أقدر قارن الأطوال بالزوايا المقابلة لهذه الأضلاع والأطوال فبالتالي الزاوية هذه مجهولة أجيبها كيف أروح أجمع 59 مع 60 وأطرحهم من 180 فبالتالي قياس الزاوية هذه عندي كم 61 خلاص عند قياس الزاوية هذه 61 وهذه قياسها 59 ما رأيكم أيهما أطول هذه أو هذا الظل أم هذا الظل طبعا على طول رح أقرر أن هذا الظل اللي موجود عندي هو أطول من هذا الظل لماذا؟ لأن هذا الظل اللي موجود عندي هو مقابل لماذا؟ للزاوية 61 وهي الزاوية الأكبر من 59 فبالتالي المسافة من المتدرب الثاني إلى المدرب الأول أو إلى المدرب هي أطول وبالتالي رح تكون المسافة بين المتدرب الأول والمدرب والمدرب عنده هنا هي الأقصر فبالتالي المتدرب الأول هي المسافة الأقصر ركز معي لأن بعض الأحيان الواحد يخبط إذا شف الزاوية 61 يحس أنه هو الأقرر فبالتالي انتبه ليس لها علاقة المسافة عندي والأطوال عندي هنا ما لها علاقة بالزاوية هذه ممتاز وإنما طول الظل هذا هو له علاقة بإيش؟ بالزاوية المقابلة له كما أن هذا الظل له علاقة بإيش؟ بالزاوية المقابلة له وبالتالي المتدرب الأول ومسافته أقصر لإيش؟ للمدرب في تدرب أحد المسائل حلنا أخذنا هنا جميع الأفكار في هذا الموضوع تعالوا ونشوف تدرب أحد المسائل في بعض المسائل المهمة في هذه النقاط التي ذكرناها قبل قليل يقول لك هنا استعمل الشكل المجاور لتحدد العلاقة بين قياسات الزوايا المعطاة في كل من الأسئلة التالية طبعا هنا يقول لك سؤال 24 هل الزاوية ABD والأكبر من الزاوية BDA أو أقل؟ طبعا دعونا نحدد وين الزاوية ABD؟ وذكرنا حنا لما أجي حدد الزاوية دائما الزاوية المطلوبة هي الرأس حقها طبعا ومتاز فبالتالي الزاوية ABD وينها؟ الزاوية ABD يا سلام ضع عليها قوس عشان تعرف أن الزاوية هذه هي اللي أنا أبغى أدرسها ويقول لك قارل اللي بينها وبين الزاوية BDA تعالوا نشوف BDA وينها فيه؟ هذه هي BDA تبدأ من B ثم D ثم A يعني مطلوب المقارنة بين هذه الزاوية والزاوية الموجودة باللون الأحمر ممتاز؟ تمام يعني هذه الزاوية أو هذه الزاوية خلاصا على الطول رح أشوف الأضلاع المقابلة لهذه الزاوية ماذا تلاحظون فيما يتعلق بالزاوية B هنا والزاوية هذه؟ تلاحظون أن تقابل ضل قياسه 13 طوله 13 ممتاز والزاوية هنا تقابل ضل طوله كم؟ ثلاثة أي هما أكبر؟ ثلاثة أم ثلاثة؟ الأكبر ثلاثة بالتالي الزاوية عندي A, B, D هي أكبر من الزاوية B, D, A وبالتالي رح أذكر أن قياس الزاوية A, B, D هنا أكبر من قياس الزاوية B, D, A السؤال 25 عندي هنا طبعا المقارنة بين الزاويتين B, C, F و C, F, B طبعا نلاحظ أن الزاوية B, C, F تقابل الظل 15 والزاوية C, F, B تقابل الظل 14 أي هما أكبر 15 أم 14 نلاحظ أن الظل 15 أكبر وبالتالي الزاوية المقابلة لهذا الظل اللي هي الزاوية B, C, F تكون أكبر من الزاوية C, F, B اللي هي كم 14 وبالتالي نذكر أن قياس الزاوية B, C, F تكون أكبر من قياس الزاوية C, F, B في السؤال 26 يقول لك قارلة بين الزاوية BFD والزاوية BDF وين الزاوية BFD؟ هذه هي الزاوية BFD وتقابل ضلع قياسه كام طوله 12؟ إذن 12 عندي هنا طيب قارلة بينها وبين الزاوية BDF وين الزاوية BDF؟ BDF الزاوية هذه والطول الضلع المقابل لها كام طوله؟ طوله 15 إذن هنا 15 أي يوم أكبر 15 أرامح 12 الأكبر 15 وبالتالي قياس الزاوية BDF هذه هي الأكبر تعالوا نقارن بين الزاوية DBF والزاوية BFD يلا وين الزاوية DBF؟ هنا زاوية DBF هذه الزاوية وتلاحظون أن الزلع المقابل لها كام؟ خمسة ممتاز طيب الزاوية الأخرى إيش؟ الزاوية الأخرى BFD وين الزاوية BFD؟ هذه هي الزاوية BFD ممتاز والضلع المقابل لها كام طوله؟ طوله 12 ممتاز أيهما أكبر 12 أرامح 5 الأكبر 12 وبالتالي قياس الزاوية BFD هي أكبر من قياس الزاوية DBF السؤال اللي بعده هو أخر سؤال عندي استعمل الشكل المجاور لتحدد العلاقة بين أطوال الأضلاع المعطاة في كل من الأسئلات التالية طبعا عندك هنا قارن اللي بين طول الضلع قطعة المستقيمة SM وطول القطعة المستقيمة MR أنت إذا شفت زوايا قدامك هنا موجودة وزوايا مجهولة حاول قدر المستطاع كتابة الزوايا المجهولة علشان يكون عندك الشكل واضح والرسم واضح لاحظوا معي أوجدت جميع قياسات الزوايا الموجودة عندي في هذا الشكل وتلاحظون أني جبتها من خلال مجموعة زوايا المثلث واضح؟ طيب المطلوب إيجاد المقارنة أو العلاقة بينها طول قطعة المستقيمة SM وقطعة المستقيمة MR وين قطعة المستقيمة SM؟ هذه قطعة المستقيمة SM وتقابل زاوية قياسها 60 درجة وطول القطعة المستقيمة MR طول القطعة المستقيمة MR هذه وتقابل زاوية كم؟ 70 أي هما أكبر 60 أم 70 الزاوية 70 أكبر وبالتالي طول القطعة المستقيمة MR أكبر من طول القطعة المستقيمة SM لاحظوا ما كتبتها MR أطول من قطعة المستقيمة SM تعال قريلي بين ال-RP وال-MP ال-RP هذه تقابل زاوية قدرها طبعا هنا ال-RP وال-MP هنا ال-MP تعالوا نشوف ال-MP هنا هذه هي ال-MP ال-MP تقابل زاوية قدرها 35 وال-RP تقابل زاوية قدرها 70 أيهما أكبر؟ الأكبر هي 70 وبالتالي ال-RP أكبر من ال-MP RQ MPQ تعالوا نضع علامة ال-RQ هذه ال-RQ تقابل زاوية قدرها 30 وال-PQ تقابل زاوية قدرها 85 أيهما أكبر؟ ال-RP ولا ال-PQ نلاحظ أن ال-PQ أكبر لأنها تقابل زاوية قدرها 85 وبالتالي PQ هنا هي الأكبر من RQ إذن تعلمنا متباينة الزاوية الخارجية وتعلمنا أيضا في هذا الدرس العلاقات بين زوايا المثلث وعضلاعه في متباينة طلع زاوية ومتباينة زاوية الغل إلى هنا ننتهي موضوعنا لهذا اليوم نشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته